بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتذا بهده ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أتوجه بكلمة هذه إلى إخوتنا وأحبتنا أبناء الشعبين الحبيبين التركي والسوري يا أيها الإخوة إن هذه الأحداث التي تعصف بنا اليوم ويثيرها أهل الشغب ومثيروا الفتن يريدون من وراء ذلك زعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد الآمن الطيب ويوجد واجبات تجاهنا تجاه هذه الأحداث تتعلق في عنق كل واحد مننا ينبغي أن يتنبه لها وأنه يجب أن يقف أمام مسؤولياته التي حمله الله تبارك وتعالى إياها فلا يخرج عنها أبدا أولا أيها الإخوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ناشد الأمة ناشدكم جميعا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا فكل كلمة غير هذه الكلمة تفرق الصف وتباعد الإخوة عن بعضهم البعض وتثير العداوات والشقاق إنما هي كلمة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تجسد الأنصرية في زماننا هذا هي كلمة منتنة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كلمة منتنة ولا شك أن من واجبنا جميعا أن نخف في وجه هذه الفتنة وأن ندرأها بكل الوسائل الممكنة وأن نبدو لنجهدنا في ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يحب الظالمين وإن كل شر من هذه الفتنة إنما هو ظلم واقع من أحدا على أحد من أبناء هذه الأمة المباركة الطيبة وإنه من الواجب أن يقوم كل واحدا مننا بما رتب الله تبارك وتعالى عليه وأمر وكذلك من واجب الإخوة في الحكومة التركية أن تسد هذا الباب من أبواب الشر الذي نخاف لا سمح الله أن فتح علينا على مسرعي اضطربت الأمور وأصبحت خارج النطاق السيطرة في جميعها لذلك أرجو من الإخوة المسؤولين أن يسدوا هذا الباب بكل وسيلة ممكنة وأن يعاقب كل من يصدر عنه شيء من هذه العنصرية أو من ردة الفعل غير لائقة أو غير السلمية أن يسدوا هذا الباب وأن يمسحوا على رؤوس هؤلاء الذين أصيبوا في هذه الأحداث وأن يعوضوهم عما فقدوه من مال أو غير ذلك فإن ذلك يجبر القلوب ويحبب بعضها إلى بعض إن شاء الله تبارك وتعالى لنكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة لذلك هذا من واجب الإخوة المسؤولين الأتراك أن يقوموا بهذا على أوسع نطاق حتى لا تتسع الأمور وحتى لا يتطاير الشرر حتى ينال لا سمح الله أجزاء أكبر من البلاد ثم أيها الإخوة أنا أحذر وخاصة للإخوة السوريين أحذرهم من الإنجرار وراء الفتنة الإنجرار وراء الفتنة يجر علينا فتنة أكبر وأعظم وخسائر أفدح بكثير ولذلك يجب على الإخوة السوريين أن يضبطوا أعصابهم وأن يأخذوا الأمور بالحلم وسعة الصبر ذلك أن هذه الأمور التي تطرع على الشعوب من الفتن والشغب وغير ذلك إذا أخذت بالعصبية والهمجية والشراسة والقوة فإن الأمور تخرج عن السيطرة وقد لا سمح الله ولا قدر تراق فيها الدماء وتزاق فيها الأرواح لا سمح الله ولا قدر فالإنجرار وراء الفتنة أمر عظيم جدا وربنا تبارك وتعالى يخاطبنا فيقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هكذا كان شأن وصول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان شأن الصحابة والتابعين وعباد الله الصالحين ينبغي أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذه الناحية ولا ننجر وراء ردات الفعل التي نسمع خبر من هنا وخبر من هنا فيؤخر به منهم ليسوا على مكنة في شخصياتهم أو في عقولهم أو في تصرفاتهم وهذا من الخطر بمكان لأن الشرارة إذا بدأت نعرف كيف بدأت ولكن لا نعرف كيف تنتهي والله أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل يا أخواننا ينبغي أن نسد هذا الباب كله بالحب بالرحمة بالتعاون المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم لحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم لحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم لا يقول أن يضربه أو يزهق روحه أو يسيل دمه أو يعتدي على عرضه أو يعتدي على ماله لا يكفي فقط أن يحمل لسان المسلم في صدره احتقارا لأي مسلم في الدنيا كلها مجرد حمل الاحتقار فهذا يكفيه من الشر فقد حمل من الشر شيئا عظيما كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم المسلم أخ المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله لا ينبغي أن نتورط فيما ليس لنا فيه مصطحة بل فيه الضرر كل الضرر أن نؤخذ بردات الفعل وأن لا نحسب حساب التصرفات ولا نحسب حساب الكلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الإخوة رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول المسلم كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا يجوز أن يعتدي أحدا على أحد وإذا اعتدى أحدا على أحد فلا ينبغي أن يرد بالمثل لأن الرد بالمثل يجر الشر بعضه بعضا وتقع الأمة لا سمح الله في وبال أعمالها وشر أعمالها يا أخوانا ينبغي أن نتنبه لهذا وأن نحذر كل الحذر هذا أمر أخير أنبه إليه في كلمتي هذه أيها الإخوة وأرجوكم ولبه إلى أمر من الضرورة في مكان لا تسمعوا ولا تعيروا أسماعكم وآذانكم لكل من يتحدث إليكم أو ما تسمعونه في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الإشاعات ومن الكلام الذي ليس له أصل من اختراع الأحداث اختراع اخترعها من عنده ليلقي الفتنة بين الناس في ناس مجبورين على الشر في أناس مجبورون على الشر يحبون الشر لغيرهم ويحبون أن تقع الفتن بين الخلق فيختلقون أحاديث وأكاذيب ليس لها أصل وهذا ما يقع في يومنا هذا في حالتنا هذه التي نحن فيها فينبغي أن نخاف من ذلك كل الخوف وأن نحسب له كل حساب لقد وقع مثل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الكريمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاف عليهم ربهم من جريان الإشاعات فيما بينهم والكلام الفارغ الذي يمتلئ بالكذب وهو محشون بالضلالات والأباطئين نزل عليهم قول ربنا تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمبطونه منهم ولولا فضل الله ورحمته لاتمعتم الشيطان إلا قليلا يعني هذه كلها إنما هي من الشياطين من شياطين الإنس والجن كل هذه الأشعاعات والأراجير التي تثير الفتن بين الناس إنما هي من فعل الشياطين لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فلا تكونوا أيها الإخوة من أتباع الشياطين يا أيها الشباب خافوا الله سبحانه وتعالى واتقوه خافوا الله واتقوه وإياكم أن تسئوا إلى أحدا في مال أو دم أو عرض فإن ذلك مسؤوليته عند الله تبارك وتعالى جسيمة عظيمة لا تقدرون عليها وأسأل الله أن لا يقعكم في شيء من ذلك إنه سميع قريب مجيب وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخر الأمنة والأمانة والإطلانة والاستقرار في هذا البلد وفي بلاد المسلمين أجمعين إنه سميع قريب مجيب وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة